السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سهيب مقطع جديد من السنجل بلاير الموسم الثاني هذا الحلقة الثانية بالحلقة الاولى ما شاء الله عليكم ما شاء الله ما شاء الله الله مزد وبارك على الدعم اللي قدمت لي من ناحية لايكات كومنتات والله من كتر الكومنتات انا اسف 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 دعترف هذا الاشي انه ما قرأتها كلها 1000 كومنتي شمعت الخير ايش فيه واللايكات والجبنا 28000 مشاهد تقريبا اشي زي هيك شكرا لكم جزيلا على هذا الاشي اللي عم بتقدموه اليوم ان شاء الله بالحلقة هاي شو راح نساوي راح نعملنا البيت البدايه تبعنا ولكن بشكل مميز وغريب ايش هي الفكرة راح تكون نظامها قلعة القلعة هاي راح يكون كل اشي جواتها من ناحية الفود يعني المزارق من ناحية حضيرات الحيوانات من ناحية الشستات من ناحية النعنام فيها كمان يعني كل اشي جو هاد القلعة راح يكون وهذا اشي بدائي وبعدين ان شاء الله مصوينا بيت افخم واكبر واحلى بشكل افضل سوينا بث مباشر خلف كواليس جمعتنا لنا شوية ايرون وشوية موارد للحلقة هاي وجهزتلي مكان عشان نبني فيه الهو المكان هادا وعملتلي مصدع تكسب سكر اشي خفيف عشان بدنا كتب ومكتبات عشان اذا بدنا نسوي ايه التطوير وبتمنى ان نسويها هاي الحلقة لانو عنا دامد كويس من ناحية الدامد بس بظل علينا نسوي ايه التطوير عشان نقدر بالحلقات الجاي نقدر ندور الدروعنا وشغلات هاي جبتلي هون خروفين وبقرتين عشان نحطهم في القلعة عتنا جهزتهم هون عشان بالحلقة راح ياخدوا معنا وقت واحنا نسحبهم ونجيبهم ويرفعوا ضغطنا لا جهزتهم بالبث مباشر بس قررت قرار ممكن الاغلب هلا تعمل البث مباشر استغرب منه المكان بدأبني فيه هادا بدأبني بمكان تاني وزي ما قلت لكم جمعت بالبث مباشر اغراض وخالف الكواليس عت اطبخ فيهم وعملهم كرافتنج سلاب وستيرج وشغلات هاي لحظت اني بحتاج اكتر من هيك فانزلت لي كمان مرة عت اجمع زيادة وازا بتلاحزوا ليفلي صار زيادة اكتر ليه لاني عتت اجمع وعاد اطبخ والإكس بي بجيني من الافران فهذا اشي جدا حلو عتت اتربح لي كم من بقرة وخروف عشان اجيب لي لحلقة هاي يسلكنا بالحلقة هاي ان شاء الله بالحلقات اللي قدام نشوف مصدر فود افضل وممكن بالقلعة هاي لما نبنيها ها بالمنطقة هاي شو نساوي نساوي اشي واحد انه نعود نزاوج بقر اكتر واكتر خلو فانا مش اشرح نزاوجهم كتير ولكن البقر هو الاشي الاساسي انه بحتاج منهم الجلد وبحتاج منهم الفود والناس الوقت باخد منهم اكس بي يعني باكسب هاي الشغلة المكان القررت ابني فيه المكان هذا بس علي ايش اساوي انظف المكان اجهزه ايميل اتجار اواس الارض المكان هذا بدي اسكره حتى بالديرت يعني باخد ديرت من هون وبعد رأيه بالمنطقة بدي اوسع المنطقة هاي حلو عشان نبني فيها القلعة فحاليا بدي اروح اوسعها واجهزها وارجعلكم لانه ما فيه بلاي مود افرجيكم انا بكسروا هذا لانه بتكون شغلة ملل فعشان هيك بدي اروح وارجعلكم بكون ان شاء الله بنظف المنطقة ومواسيها خلصت لو تلاحظوا المكان اختلف كليا فاكسرته وتحت هون مكان المكان فيه مية كله سكرته يعني وهون حوالي تصويري هيك اشوفي انه مبين طبيعي المكانها الطبيعي هذا الاغراض جمعتها من المكان كسرته يعني جبت لي كمان خشب الزيادة فهذا اشي جدا حلو هلا حاليا ضايل علي اروح اجيب الاغراض تبعتي اتجهزتها في البث مباشر وجهزتها خلف الكواليس وان اجيبها على المنطقة هون عشان نقدر نربلي بع بعض القلعة جميلة تبعتنا ولو تلاحظوا عندي ضل عندي لحمة واحدة بس وسويتلي تقريبا يعني تمانية شفلات فهذا الاشي جدا مزعج لانه شفل ايرون بشي مطور كمان يعني كنت لما كسرت دارت كان الاشي يغلب فلازمنا نسوينا هالتطويل عشان نقدر نطور التولز نطور نطور الشغلات هاي عشان احنا نكسب يعني نكسب وقت فهمتوا كيف لان الوقت ان لم تقطعه وقطعك هاي معلومة يعني بس مجرد معلومة طيب كيف راح ناخد الاغراض راح ناخدها بهذا الشكل وان شاء الله تكون قدي الشيست شوفوا لحط هادي هون ولا هات الشيست هاد صحيح وهذا الباقي حطه هون اعطيني هدول وعندي كمان حبال حطهم هون اجاني كمان كروا معا لامة فدبحتوا واخدت منه لحبال فهدول الاربع حبال راح نكسبهم من ناحية انه نجيب البقر والخلفان اللي حطناه بالمنطقة هديك فهلا خلينا اكمل وانا اقل كل الاغراض واجهزهم عشان ازي حبين تبنوا القلعة زيي ومعاي حياكم الله لانا القلعة بدأ ابنيها هي بسيطة ولكن فيها تفاصيل بس هي بسيطة حلوة خلينا ننزللي الشيست هون يا سلام ونزل كل الاغراض لستون اول اشي هذا معاهم وهذا معاهم طب يا جماعة الخير نقلت الاغراض وحددت المكان والفوت خلص عندي فروحت جمعتلي كمان فوت زيادة ورجعت وطلعي راس خنزير الله ياخده يعني اول راسي طلعلي بالسلسلة راسي خنزير طب الراس ما اراطوني الله ياخدهم ايه قاعدت طلعلي يعني اش تسوي انا انهم نيجي من هون على المكان بتكتبني فيه بتحددوا بالكبلستون تمشوا لقدام هذا الواجهة القلعة راح تكون تمشوا من هون للنهاية 25 بلوك بعدين تيجي من عند هون والعرض تبعها راح يكون قديش 17 بلوك في الكبلستون وبتسكرها بتسير بشكل مستطيل بعدين شو راح تسويه بجيبوا الستوني بريك بتحطوا بالزاوية هون داخل الكبلستون من جوا بتحطوا بلوك تعدوا واحد تنين ثلاثة فاضي الرابع بيجي البلوك تاعة ستون بريك بعدين تمشوا كمان ثلاثة بلوكات فاضي بعدين الرابع وهذا بتتبخوا ايش اكيد ايش اكيد راح يجيكم انا متأكد ملوية بالمية بنبع عشلتكم برضو انا عادي كم بتقعد هاي موتي يا سلام عليك صهيب يا فنان يا قاتل اللامات الحركة هاي الطورات راح نسويها ها الرانضاملها عربعة تجاهة يعني المكان اللي بزاوية هاي وبزاوية هون كمان وبزاوية هاي وبزاوية هاي طبعا انا عملتالي هون جهزة عشان اه اتأكد ملوية بالمية كيف راح يكون الارتفاع تاعها تيجي ارتفاع منها بتعدوا 1 2 3 4 5 6 بعدين شو بتساوي بتسكرها بهذا الشكل مع كل عمود بتطلع يعني بتسكر زي هيك بعدين بتروع العمود اللي بعده وبتسكر العمود اللي بعده بتسكر بهذا الشكل تيجي هون كمان راح نسوي نوصل بين الطور هاد والطور الهون ببلوكات بهذا الشكل وبنفس الطور هاد بالمكان الطور الثاني بهذا الشكل بس زي هيك بتمشو ما توصلوا من هون ومن غاد بس هذا المكان حاليا راح نوصل فيه التور الثاني بعدين راح نرجع نكمل التور اللي بلشنا بنى فيه هلا هون احنا طلعنا اول اشي 6 بلوكات صح هلا راح نطلع 5 بلوكات نعد 1 2 3 4 5 وبتسكرها بهذا الشكل كمان هلا راح اسوي كل الطورات منافس الشكل طبعا من هون مش راح نوصل للطور الثاني ومن فوق مش راح نوصل بس من الطبقة التحتانية اللي هاسوي لها اول اشي هلا بد اسوي كل الطورات وارجع لكم عشان نسوي الخطوة اللي بعدها سويت التورات زي ما تشايفين هلا راح نسوي نيجي هون بالمكان هذا برا الاطار هاد راح نحط هون بوابه نطلع بلوكين من هون وبلوكين من هون هيكسرها ورح نيجي نترك فراغ ونحط كمان بلوكين هون ونحط بلوكين بالمكان هذا بس منحتاج هلا نجيب ستيرز وسلابات اعطونا الاسلابات نجيب الستيرز بهذا الشكل واحد واحد بالمقلوب كمان واحد هون ياسرى بهذا الشكل نيجي هون كمان واحدة نجيب الستيرز نحطه بالمقلوب بهذا الشكل والستيرز بالمقلوب بهذا الشكل بهيك نكون سوينا البوابة بتاعتنا تاعت القلعة هلا راح نسوي نيجي من هون نحط الستيرز فراغ ستيرز فراغ ستيرز فراغ بهذا الشكل كامل حتى هون نحط الستيرز فراغ ستيرز فراغ ستيرز فراغ ركزوا الستيرز زيزا سيكون على الاعمدة يعني اذا ما اشاش على العمود تاعت القلعة اعرف انكم عدين غلط في بلعد تاعكم غلط فعشان هيك ندربها لكم و راح نسوي نحط سلاب بهذا الشكل تيجي كمان بالمكان هذا بنفس الاشي هذا الفراغ بتتركوه نحط سلاب ستيرز ستيرز اول اشيانا بتحط ستيرز بدلا بحط السلاب اسرع لكم وهيكم ما بتغلطوا بالعادة عشان تتركوا الفراغ تاعه فهمتوا كيف طيب بعد الخطوة هاي ما تخلصوها بنيجي كمان خطوة راح نسويها نجيب لستيرز تانا نحطوه بالمعكوس بهذا الشكل يكون وجه الدرج اللي تحت جاين بين عنا راح نعملوا عدائر القلعة كاملة يعني كيف على العمود هذا نحطينه احنا زي الحز هذا بنمشي عليه كامل القلعة بعدين بتجيبوا السموث السلاب بتحطوها تحت ستيرز بهذا الشكل راح نسوي كله هاد وارجع لكم عشان نختصر الوقت خلصوا شغلتلكم عنه هلا دور نجيب الخشب عشان نسوي الشبابيك او النوافذ توقع هذا كل اللي بحتاج بصاتين ازيادة من هدول هلا راح نسوي نجيب خشب السبروز ونجيب تراب دور ونجيب الساين ونجيب الايرون بار نيجي هون نطلع بلوكين لفوق وتواصلوها بهذا الشكل مثلا عندنا زي النافذة هاي بهذا الشكل راح نجيب الايرون بار نحطه هون نجيب اثنين تراب دور هون واحد وفوق واحد نفتحه وزاكنو هاي زي النوافذ فهمتوا عليه كيف نجيب الساين نحط واحدة هون وواحدة هون وواحدة هون يكون فضلين نيجي على المكان هذا نفس la substances بالواجهة نعمله على يمين المكان ويسار المكان كل القلعة راح نسوي نفس الحركة هاي بالأبراج تحت القلعة هون برض راح نعملها هون راح نعملها وهون وهون هلأ بالمكان ها طيب ايش راح نسوي المكان هادا اللي احنا فيه هون تبتشوفوا هون بتراكزوا حطيني الصين احنا لتحت هلأ هون الصين راح تكون لفوق فيعني راح يصير انه هون راح نحط الارون بار واحدة تنتين بهذا الشكل ونسكر حواليها ولكن راح تكون كمان طبقة انه طلعه كمان 무 راح نسوي انه نجيب كمان خشب هون في المكان هادا نسكر نسكر حاول نسكرا على المكان هادا انه الباب بيبين انه جاي طبيعي فهمتوا كيف الباب بيجي يعني من هون بورا nervous يبين انه فيه بلوك فهمتوا علي فنجيب برضه كمان صين نحطها وهيك منكون خلصنا حاليا راح نسوي نكرر هاي العملية على يمين ويسار وورا المكان بس هون وورا القلعة راح تكون بشكل مختلف هفرجكم اياها بعد ما عملها عملت الشبابيك وخلصتهم زي ما بتشوفوا نفس هادا الشكل بس من الجانب تيجي بشكل مختلف عملت هون زي كنه الشبابيك مغلقة يعني ما في ايرون بار يعني هادا الاشي نسوي من الجانب العليمين وعلى يسار نفس الاشي ومن ورا بطلع معنا شكل هاد انه برضو الشبابيك مغلقة وما بدنا اياهم يكون عليهم ايرون بار هاي منكون خلصنا الواجهة طبعا فوق الشبابيك راح يكون نفس الشكل بلس راح يكون مختلفين كيف يعني راح يكون مختلفين يعني عسب المثال نيجي عشباك كذا فرجيكم بس شباك واحد عشان نطبقكم عباء الشبابيك وفرجيكم كم من شغلة نازم نسويهم عشان تتغير يعني الشكل هاد نيجي هون واحدة تين تين نيجي هيك 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 واحدة هيك واحدة هيك يا سلا نحط حبة ايرون بار هون ونجيب ترابدور عيمينها ويسارها والساين نجيبها نحطها فوق واحدة تين 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 تلاتة راح نسويها على الابراج من فوق ركزوا معي راح نسوي هدولة شبابيك او النوافذ بس على الجنبين يعني على الجنب هذا حلو عطيني هاي السبروس اضلط على الجنب هذا راح نحط وعا الجنب التاني يعني الجنب البنانه اول اشي والجنب العام نبني هلأ حاليا بس هون راح نحط النوافذ على يمين ها هلأ فرجيكم ايش قصدي على يمين من هون بدناش نحط وعلى يمين من هون برضو مش رح نحط يعني هاي وهاي رح نسيبهم فضين حاليا رح نكمل الباقي نعملهم هدول نفس الاشي يعني البرج هذا والبرج الثاني والتاني هتاك رح نسويهم نفس الشكل ولكن هدول بيجوا على الوسط بطولوا على الوسط مش رح نسوي فيهم ولا اشي هلأ رح نسوي بس نحتاج كابل ستون وول يا سلام خليني اطلع لفوق وسبحان الله سوهايب هلأ ماكن الفود والله بروح بسرعة والله الفود قاعد بروح سريع فلازمني انا مصدر فود خلص الحلقة الجاي او ليش الحلقة الجاي الحلقة هي رح نشتغل اصلا على مصدر الفود نايس سوهايب نايس واو واو محترف ما شاء الله محترف تعرف وين تحط البلوكات نيجي هون نحط بلوك ونيجي نحط ستيرز بهذا الشكل بعدين نيجي هون نحط سلاب سموث نحط جامبه لبلوكها بعدين نترك فراغ ونحط بلوك نترك فراغ بلوك فراغ بلوك فراغ بلوك بهذا الشكل على دائر القلعة كاملة بس ركزوا معايها خليوا بس اصوي هون عشان تعرفوا عليه هون برضو بنحط ستيرز بهذا الشكل وستيرز بهذا الشكل كل زاوية من الزواير هنحط بلوك وفوقها ستيرز وجهة لأ يعني بسكر على المكان فهمتوا كيف هون بنحط السلاب بهذا الشكل بين الفراغ البلوك الفاضي نحط السلاب لتحت مش لفوق يجي السلاب لتحت بعدين نجيب كابلستون ونحط واحدة هون واحدة هون واحدة هون هاي راح طعطي تفاصيل القلعة الحركة هاي حلو راح طعطي تفاصيل القلعة ورحطتها جدا 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 حلو حلو خلصنا هاي حلو راح نسوي نيجي على الأماكن هاي برضو نمشي نفس الحركة اللي عملناها وبرضو راح نمشي نفس الحركة هاي كمان وبعدها بدأرجع لكم عشان نسوي الحركات هاي اللي قلت لكم عنها وبرده عمل الشبابيك كمان تفاصيل قلعة بلشت تتبين هلأ ضل تقريبا خطوة أخيرة بالواجهة الخارجية اللي هي نيجي هون هاي سيبوها حاليا بنيت أنا هاي عشان تعرفوا وين المؤسات راح نعد من هون من البلوك هذا واحد تنين تلاتة أربع والخامس نمشي لقدام لحديث ما نوصل جنب العمود هذا في البرج هذا ونفس الاشي على البرج هذا وهون نفس الاشي خلاني نيجي ونعد معاكم يعني واحد تنين تلاتة أربعة والخامس نيجي هون ونمشي لحديث عمودها نعطي نوصلها بالعمود هذا يا سلام وبهيكم نكون خلصنا هذا المكان نيجي على المكان التاني تقريبا كلهم نفس الشي راح يكونوا نيجي هون على نفس المكان المقابل ونسكرها بالعمود هذا هون بمربعات هاي شو راح نساوي نحط ديرت الديرت هذا بدي أحاوله كراس كمان شوي ولكن مش هلأ بدي أطلع لدرج من عند القراس هذا لحد ديرت هاد والمكان هاد كمان ليش لانه هون راح يكون حاطت أنا المزرعة تحت البقر والخرفان تعرف انتو البقر والخرفان لازم يكون عندهم عشب عشان يقدروا يكلوا ويكبر البقر والخرفان هون راح نعمل ديرت عادي مش راح تفرق عنا اذا حطينا ديرت من القراس لانه هون راح نعمل كليك يمين بالهو لانه راح يكون هنا مكان الزراع راح نحصط فيها ونزرع فيها النباتات من ناحية الويت ومن ناحية البوتاتو ولكن البوتاتو مش موجود حاليا عندي ان شاء الله لابعدين ونجيبها وخلص عندي البلوكات سبحان الله اجت على الأد واو بصوا هاي بالله يا حركاتك على الأد جايب نيجي هون فوق شو نساوي نجيب الستيرز نحطه بالشكل المعاكس بهذا الشكل ليش عشان تعطي تفصيل جدا حلو هلأ راح نشوفوها ندعمل البرج هاد معاكم وراح تطبق العملية هاي تاعة البرج هادة على الإبراج 3 راح تضل نيجي هون نحطه بلوك وبالنص ركزو هذا المكان ما تحطوا فيه هذا المكان ما تحطوا فيه ركزوا لو سمحتو واهذا وهذا نيجي هون نحط ستيرز هيك هيك وهك وهيك ونيجي كمان على هاي هيك وهيك وهاد هون اسلام هاي هلأ راح تضعطي تفاصيل جدا رائع من المكان الخارجي للقلعة يعني هلأ تقريبا نحنا تقريبا نخلصنا الشكل الخارج للقلعة هون راح حط ستيرز هذا الشكل ستيرز خشب لانه هون راح نصير نطلع احنا وراح يكون فيه هون زي السلالم بس كيف راح تكون السلالم راح ننزل من تحت ونطلع السلالم من تحت لفوق فعشان هيك ننبلش هلا نشغل الديزان الداخلي من هون وطبعا هون بالمكان هذا نستحكي لكم خلينا بس ارجع اطلع وافرجيكم عشان نسويهم مع الابراج ونرجع لكم ونكون خلاصة تقريبا شكل جدا كبير عاطيني كمان درت الزيادة عشان اذا وقعت اقدر اطلع كمان مرة هون راح نسوي نحط ستيرز بهذا الشكل بهذا الشكل كله كابل انا عبيه ستيرز بهذا الشكل عشان خلاص طبقة هاي تكون جاهزة وهيك ما بكون بدنا نشتغل على الطبقة هاي وهلأ راح نشتغل على الابراج من جوه كيف راح يكون شكلهم راح ارجيكم البرجين هدول والبرجين هدول راح نسويهم احنا خلف كوليس ولكن راح يكونوا نفس الخطوة نفس الخطوة راح نعملها بتعملوها انتو كمان هون نحط ثلتة بلوكات سوبروس برتفاع هنان اطلع بالرمال لفوق بعدها نجيب ستيرز نحط بهذا الشكل عاطيني بلوكات زيادة بهذا الشكل وبنحط برضو بهذا الشكل هيك راح يطلع الشكل تبعنا نيجي هون نحط ستيرز عاطيني ستيرز شوي نحط واحد هون واحد هون احنا حطي على ستيرز وجه الى تحت يعني بهذا الشكل هلا هون لا رح نعملو بالشكل المعاكس يعني يكون وجهه اللي تحت بهذا الشكل الجميل ونحط كمان وحده هون ونمشي نمشي ليش رح نوصلها بالباب هاد او البواب هاي اللي احنا عنا موجودة هاي نحط هادي هون وهادي هون نوصل هاي بهذا الشكل الجميل يا سلام هلا المفروض انه نطلع لفوق عشان نحط الستيرز الستيرز رح يكون بهذا الشكل نحطها هيك 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 رح نوصلها برضو بهاي نحط هذي هون كمان ليرت حسبي يالله ايوه هيك عطينا بلوكات هاي هيك تقريبا خلصنا كيف المفروض نعمل البوابات حلو بس ضايل اشي واحد نحط السلالة منطلعها فوق بهذا الشكل نطلع لفوق حلو ممتاز نجيب ببلوكات الاوك نيجي هون نطلع لفوق عشان هون فيه طبقة فلازم نعمل الحركة هاي هون رح نسوي برضو نعمل كمان جدار من هون وجدار من هون حلو الجدار من هون رح يكون مقفل كيف يعني واحد تنين ثلاثة واحد تنين وهون نفس الحركة اللي عملناها تحت ولكن بلوكات الخشب قلت صارت على ارتفاع بلوكين ويعني الخشب بطلع على ارتفاع بلوكين تحت كانت على ثلاثة وحطينا الستيرز نفس الشكل التحت ما عملنا نكسر هدول بس هون نيجي شون ساوي نحط بلوك هيك بلوك هيك ونعملها بهذا الشكل هيك بكون خلصنا بس بضل علينا نحط السلالة ومفروض ان اروح انام لا بديش المبس يجوا يزعجوني هون بنفس ده حط بلوك عشان نقدر نحط عليها اللي هي اللانترين عشان الانارة بس مجرد انارة هلا حاليا رح اتكمل باقي الشغل عباقي الابراج طبعا هون شباك ناس انا حطهم ما شاء الله عليك سوهايب دكي جدا 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 حفرت كل الارض زي انتم ملحظين بهذا الشكل عشان نيجي نحط هون خشب الاوك بعد الشكل وبرضو هون كمان خشب الاوك وبرضو عند باقي الابراج رح نعمل هلا حركة بسيطة يعني اسمي المثال هون رح نعمل هادي هيك هادي هيك نجيب الاوك كمان مراتيني الاوك هيك يا سلام يا سلام حطيت السلاسل الجديدة مع تحتها بتيجي اللانترين طلع شكلها جدا جدا حلو هون خلينا بس اكسر هاي هاي غلط فيها عطيني الاكس يا سلام خط هون سلاب وهون بدحط برضو بس بدون سلاسل دحط عطول اللي هي اللانترين بس عشان اضاءة بدناش الموبز يصيروا يجونة بهذا الشكل حطيت هون وهون وهون حطيت للدير تيبلش يطلع للقراس هاي قرب يطلع من شقة هاي وشقة هاي لسه بش رادة يطلع عشان بدي يكون هون من عندنا قراس عشان لما نجيب الخرفان والبقر يقدروا ياكلوا ويكبروا بسهولة هلا عرجع انزل بالمكان هادا هون نفس ايش رح نساوي نسكر هاي ونسكر هاي هلا هون شو رح نعمل شايفين هادا البلوكات اللي فوق رح نمشي على غرارها ع نفس الاطار هادا بهذا الشكل ونوقف نفس المكان رح نوقف فيه لهو المكان هاد يا سلاع وكمان من جوه نحط ايش نحط الخشب بهذا الشكل والله الاكس يعني ليه بتروح من ايدي ليه والله ما نعرف ليه الاكس بضله يروح من ايدي ونعمل هاي هيك هاي هيك هاي كمان هيك وفي النص المكان هادا الفاضي رح نحط كابل ستون صراح كنت حايب احط بدال كابل ستون قلتلكم عنه هلا نحطه كنت حايب احط شغلة الشغلة ايش هي تعفوا الاعشاب المرجانية كنت حايب احط اعشاب مرجانية بتعطي شكل وتفصيل جدا احلى من الكابل ستون ولكن بالبث مباشر دورنا وما لقينا صراحة عادنا يستكشف شوي بس ما لقينا اللي شفنا وليستكشفنا في عنا بوابة نذر قدام في عنا كان ايش هاي شفتها اتوقع بالحلقة الاولى اللي هي تاعة البلجر قرية البلجر اول قلعة تاعة البلجر هاي راح نسوي منها ان شاء الله فارم بتاعة الريد نغطي بقى المكان طبعا الاضاءة في المكان هون جدا ضعيفة فعشان هيكشرة لازم نساوي نجيب بس عشان الشكل نسكر هاي بالسلاب بهذا الشكل ونيجي نحط لنا هون حبة وبعد الحبة نجيب هاي ونجيب هاي نحط هيك بهذا الشكل ليش هند نحطها بس عشان الدير تتغطي منظره وبنفس الوقت كمان شوية نحط مية للمكان راح نحط في النباتات فبديش الماء تنزل لتحت من نفس الوقت راح نتنورنا المكان اللي هي عن طريق اللانتر اللي حطناها احنا هلا طيب خلينا نحط الفنس هون اختصارا الوقت نجيب البقر والخرفان ونربطهم بالحبال هون راح تواجهنا مشكلة انه ممكن احتمال كبير البقر او الخرفان تطلع بهذا الشكل فعشان هيك نحط هذه هيك وهون نسكر هاي وهاي وهاي بس طبعا راح نرجعهم ونحط بهذا الشكل الفنس عشان بس البقر والخرفان انه ما يطلع من عنا ونعمل مكان هذا نفس الشكل اللي عملنا ايوا هيك هون اكسر هاي وحط ايش الترابدور وهاي اكسرها حط هون ترابدور ورح نعمل ايش حركة نجيب النارة نحطها هون وهون عشان بس اش بواحد وانتي موتي انا موتي كلبي عشان شو عشان النارة هون راح تكون جدا ضعيفة هون النارة راح تكون منيحة هون النارة راح تكون منيحة لسبب واحد انه راح نعمل حركة هاي نحط هون فنس وتحت الفنس اللي هي السلاسة نحط هاي هاي راح نعملها على زوايا القلعة من فوق او البرج نحط هيك وهيك وعاطيني اللانترن نحطها هيك بعد الشكل راح نعملها اربع زوايا من القلعة او البرج هادا على كل الابراج الاربعة وبعدها اتوقع من يكون خلصنا شبه خلصنا بس بضال اش واحد اعمل الدكور الداخلي طبع الدكور الداخلي انتوا سووا جامعة بدكم اشوف ايش بطلع ماء ايش حلو وارجع لكم وكون مخلص الشغلات اقولت لكم عنها اعملتوا المكان عشان يعني نعطيه شوية واقعية انو القلعة محصنة حطات مية بهذا الشكل كنت مفكرة احط توت بري بس توت بري ما عندي منه كميات كبيرة لانها بالباس مباشرة حبتين جبتوا لتالت حبات بس عشان هيك ده حط مية والفود اللي معي خلص ستاكل القبل اللي عندي اللي نزل من الشجر عشان هيك بلش الجوع يقتلني يا جامعة الخير المفروض خلص اروح اجيب البقر واحط المزرعات وكمان حطت لي شستات وعملتلي الدكور خفيف جوا بسيط وعملتلي مكان خصصتها لآت التطوير وآت التطوير هاي رح نسويها ان شاء الله اليوم بالحلقة هاي مع بعض عشان الحلقة الجاي نكون مجمعين كمية جلد منيحة وكمية قصب سكري منيح عشان نقدر نسوي آت تطوير وبلزمنا عشان نعمل آت تطوير أو يعني عشان نقدر نطول بسهولة تامة بلزمنا سبونر فلازم ندورلنا على سبونر عشان نقدر نسوي ونجبلنا مصدر اكس بي نقدر عن طريقه نلبل بشكل كبير ونطور بشكل اللي بدنا اياي يعني فهمتوا علي كيف اخطت مي هون خطتلي أنا مي فوق للمزارع وحطت حركة رح فرجيكم اياها اللي هي خلينا اطلع فوق بالمكان هذا ونسيت اصويلي هو يا سلام سهيل عملت الحركة هاي عشان ما انزلش على الماء لما اجي احصد وسكرها يا سلام هون رح نحط البقر والخرفان ان شاء الله والديرت واو الجراس بلش يعني يوصل فاحتمال كبير رح ما اروح وارجع طبعا هون حطتلي برضو كمان شستات هاي الشستات احط فيها مثلا هون ويت هون رح يكون بتاتو رح حط ولكن بتاتو ما عنا فراح نحط هاي ويت وراح نحط هاي كمان ويت وهون رح نحط البقر والخرفان وهون يعني اللحم تاع البقر والجلد وهون الصوفر رح اجيبه من الخرفان رح احط فيو عنا كمان هون حطيت يعني شستات حطيت كمية شستات كبيرة يعني كمية شستات جد كبيرة حطيت هون حطيت هون حطيت بالبرجين هادلاك وحطيت في المكان هادا والمكان ها هزا كنه عرش والعرش هادا امنى بدناش بدنا حطيت عليه شستات وحطت كرافتنك تابل هون وهون لان او سبت تذكروا جماعة بلسنجيب لها ناديمة اروح اخد من عند الشست اروح ابعد مسافة و اروح على الكرافتنك تابل ولا هيك بكل مكان حطت الكرافتنك تابل وهو خصصت المكان هاد لايش لات التطوير ان شاء الله راح نجيب التطوير ونحطه هون مع بعض اليوم بالحلقة هاي فعشان هيك هلا علينا مهمتين او ثلاث مهمات نجيب الويت نزرع وبنفس الوقت بدنا احنا منحتاج اللي هو الهو لازم نسوينا ها هلا كمان شوي ومنحتاج تالت اشي نجيب البقر والخرفان والاخير نسوي قط التطوير قط التطوير عنا احنا دايموند راح نسوينا بكاكس دايموند وننزل نجيب لنا اوبسيديا عشان نقدر نسوي قط التطوير وعننا احنا اصلا يعني جلد وكسب سكر نقدر نسوينا كتاب يعني نسلك حلنا فيه انو صوينا كتاب واحد عشان نأطي التطوير اوكي سهايب جي جي سهايب زاتة السيد من شطارتي يعني السيد زاته ماشي شكرا لك صهيب السيد زاته زيته ما بتحتاجه أصلا انت كيف كنت تحتاجه والله هي انه مخي انا ما شاء الله علي نجيبه ايرون وبنحتاج اربع حبال ليش الاربع حبال هاي عشان نجيب البقر والغرفان حشرناهم هناك تعالوا الحرية الحرية تعالوا جبنا لكم بيت 5 نجوم لا لا صهيب كزاء شوفوا هو نحكي 3 نجوم انتو برضو تقيمولي كيف الديزاين ثلاء يعني والشغلات هاي اللي عملنا بالحضاقة هاي كيلك تعال تعال انتويا الحقوني يلا امشوا اوه تذكرت شغلة مهمة والله يلني يا زيهة شوفوا اذا الايرون بكفي راح نسويها اذا الايرون بكفيش مش راح نسويها ليه لانه اشي بايدي اطلع يا البقر حابة سويلي انفل شا سوي بالانفل هاي عندي نمتاك حابة اسمي النمتاك وعطيها للكلب عنا كلب وين كلبنا اللطيف جبنا بالبث مباشر كلبنا احلو تعال تعال في عنا بيت لازم تحرسلنا اياه تعال تعال امشي امشي تعال اشوف اذا الايرون مكفي بطلع اشي جدا فانتاستيك لا 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 فعليا بدي قديش فعليا بدي حبة بس حبة ايرون حبة امشي حبيبي شايفين ليه انا جبتهم بالبث مباشر وجهستهم عشان الحالة هاي انه ما اسعجنيش هيك يقعد يفكوا حبالهم وهيك احبيبي مخاطر 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 كريبر كريبر تان loose اوه انا هامشي ماتفجرش بالموبز اطني اطني خيوطي حبالي في حبل هاي مصابي نشوف افك هذا واخد الحبل منه سريع عشان الكريبر هذا المزعج الفود عندنا خلص مشكلة الفود خلص تعالوا 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 المشكلة كريبرين كمان احنا مواجهة ايوب أوباه باه باه اسمع انت ضلك عايش لانه بدناش هيك تموت الله هرضع عليك وين حبال البائية 4 حبال تعال انت وانت 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 هواواواواواواواواواواوا شوف معاي وين 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 جيب هاد اضربطه هون مكان قريب وانام بسرعة عشان المبزة دول يحترقوا خاسن ربطو يالله بسم الله يارب يارب سكاتر ولك ابعد عني ايوه! خليك بعيد! خليك بعيد! اقعد لي هون! اقعد لي هون! خليك هون! بدناش اي موبز يدبحوك! فعلا نحن هون كمان زيادة فود! بتمنى الفود يعني فود! ناكل روس عادي! تتاكل الروس! ما تتاكل! تعال! قرب! موت! لحم! لحم زومبي! تتاكل! جيب صهي بكل! حسب الله! ونعم الوكيل عليك! حسب الله! ونعم الوكيل! ضربه ما موت فعليا! كلب اهجم! كلب اهجم! ضربه بموت! ضربه بموت! قلب! اقعد! لحم زومبي جيب جيب! كل 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 كل! كلك لحم زومبي صهيب! والله ايش دي هذا بضحي بالخرفان ولا البقر اللي عندي! بس انهيلنا شوي! هلا والدجاجات! تعالي! 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 جعانين! والله جعانين! غسمن عنا! غسمن عنا! ها! غسمن عنا! تعالي! كل صهيب! انا بتاكل بس اهيل لي شوي عشان اعرف اركض! الرياحية بعدين بطمخهم يعني الدجاجات ادو! يا مش مشكلة منضحك كمان بالخرفان! خرفان! والله يسمحونا بس يعني! وضع! تعبان عندي من ناحية الفوت! والله يشوف! في ناس مش محترمين! بتجيين معنا! اعود لي هون انت! اه! دمج الخروف! البقرة دمجت! ماتت! حسبنا الله! وانا اعمل وكلا عليك! ايش! نفس الحالة! نفس الحالة! فك الخروف! خروف! قالي الادب انت والله صاير! تعال! تعال! ايش مالك والله! والله! اقسم باللابد بحك! تخليش اعصب عليك هلا! داود استنع بين المين بات الجراس! هون وهون! حلو! واحنا راح نساوي المزرعة تبعتنا الجميلة! بس المزرعة بنقصها ويت! والويت ما اجبته معه! ولا اجبته معي الويت! معي ويت واحدة! اوكي اخدنا تشيف منت! ونجاز برضه للمكان هذا! بديش انط! بديش انط! بدي انزل عن السلالم! لانه عن جد وضعي خطر! والله وضعي خطر! جدا خطر! لازم اهيل! بديش هلا اي موب يجي يضربني اموت! كول! صحة وهنا صهايب! مطرح ميش ريمي! استسوي عمري حبيب قلبي! خلينا نهيل بس! لازم هلا اجيب لي بقرة! لازم! ليش لازم اجيب لي هلا بقرة! عشان يشي واحد! عشان خلف الكواليس! قبل بس او بث! اكون مجميل شوية تفود! والله جد! لانه فودنا جدا تحبان! لانه ان شاء الله بعد الحلقة هاي! يمكن بيوم! او بنفس اليوم! احتمال يعني! نعملنا بث مباشر! فعشان هيك! لازم نتدرك الوضع! ونحاول نبحثلنا عن سبونر! ان شاء الله ن OP! mons Me지가 또 evaluate! فحاليا تدور لي هلا بقرة اسحبها! ما لايك بقر! بي منطقة متذكر فيها بقر! فعشان هيك خلينا نروح ونجيبهم! Labik! تعالى! يالله 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 مشايني شار berries سراع! خرب بيتك! يا بعد! يمين ياسر? شو جابك شو جابك؟ شو جابك شو جابك! انت بيتك داخل! ما اللحاك معاي? همش ومنياتا learntراحين? همشو300! طربني هاد نربة وكنت مية انا والله اديك هنا اعرف كيف ماتت شكلها كانت هيك معلقة بالهواء لما فكيت عنها الحبل ماتت قعد هون البقرة انتي بس القرار السلسل هلا مووصل ايش يعني ايش بدكم اي مشي كما بلوك بس كما بلوك بدا بس هلا هلا اروح اجيب للسيد ولا اخدلي الفود اول خلينا اخدلي الفود جمعتلي شوية سيد وسويتلي بكاكس دايموند ونزع كيفينغ عشان اجيبلي اوبسيديون عشان نقدر نسوي ايه التطوير بسرعة حلقة عن جد ساعة طويلة والله جدة في شغلات كتير سويت فيها الحلقة طولت اتوقع وسط 30 ديئة او 31 ديئة الله يعيننا على الاذه تلك ما شوي خدلك يعني احنا جاينا اخد اوبسيديون ونمشي اوبسيديون ونمشي يعني لازم اجلتكم لازم حبيين تموتوا يعني اكسر هاي حط المي هون وجمع لك اوبسيديون منحتاج اربع حبات اتوقع بس هاي الاولى وهي التاني اتوقع يلا احتاج كمان تنتين والتالتة ضلت عنا الرابع والاخيرة وفي لافة تحت صح اوه خدتشين منتاع الاوبسيديون وانا احتاج كمان اوبسيديون عشان سوينا بوابة نذر اوكي يلا انا ااخد ادول سلام عليكم بعدين منيجي مناخد ازيادة بحتاج لحبة ايرون ريت لهون اجيب اكتب من حبة اصحاب يمكن سويلك كمان مرة بكاكس اكس اي شيء هاي ليش اخدت الايرون عشان سوينا انفل ونسمي النمتاق ونسمي الكلب تبعنا راح سمي الكلب جلات ليش لانه جلد زومبي والموبس كانوا بالبث مباشر جلدهم جلد ما شاء الله عليه اسطورة اسطورة يا جلات مرحبا جلات الا شوي شوي استنى عليها بس نجبلنا انفل والنمتاق ونطبخ شان نسميك ثوان ثواني رجعلك نحط الايرون انه يطبخ عبل ما نشو نجبلنا كتاب او الجلد نحتاج لنا كم من حبة جلد جلد معاي سيت جيبه خلينا اروح ازرع بسرعة نزرع هدول هون بيكون جاهزة المزرعة القراس الصرفي ارب 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 هانت هانت يا جماعة الخير هانت اعطيه النمتاق هدول وهو بناخد لنا شوي تكسب صحيب بداش ااخد كتير عدد اني اعملي بس كتاب نحتاج ثلاثة وراءات يعني ثلاثة شقر نسوي الوراء ونسوي الكتاب وين الكتاب بهذا الشكل نعمل هادي هون وهدول هون وآت التطوير جاهزة جبعت الخير خلينا نروح نحطها هانت يا جلد هلا منسميه كسبر اسبر اسبر صبر علينا وهون آت التطوير بس بظل نجيب مكتبات ونحطهم هون بالشكل هال عشان نقدر نطور برحطنا وعليفل ثلاثين يعني اخدلي الايرون من هون ونسوي لنا انفل وحدة والانفل هاي نحطها عند آت التطوير هون نحطها هون على هاي نحط هون نكتب جلد ان شاء الله كون الاسم صح كاتبه لانجليزي معرفة انا بش كتير فيه تعال تعال حبيبي انتا جلاد مبروك عليك الاسم وتعال معاي جوا هون عند الباب ده خليك تحرصنا هون عند البوابة تخليش ولا اي موبز يجينا حلو؟ خليك انت هون هيك قاعد طبعا لهون وسهلات الحلقة متمنى انكم استمتعتوا بالحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة هذا الاشي جدا بحفزني هنزل المقاطع اكتر بشكل مستمر كان معكم حقوقكم صهي بأمان الله